أهلا بحضراتكم من جديد طيب الفقرة اللي أتكلم فيها دلوقتي فيها تفاصيل وفيها كلام مهم جدا بخصوص ملفات احنا مبارح اتكلمنا فيها ويمكن مع الدهس ساعتين ثلاثة وكل اللي قلناه مبارح في برنامج الترند حصل على أرض الواقع وكل معلومة قلناها تمت بشكل رسمي وتم الإعلان عنها بشكل رسمي إيه هي المعلومات وإيه هي التفاصيل مبارح قلت على موضوع مباريات الدوري والأحداث التحكمية وبعض القرارات اللي البعض بيحاول يعمل عليها حالاتها جدلية وقلت وقتها أن ماركي كلاتنبرج في اجتماعه مع مجلس اتحاد الكورة برئاسة الأساس جمال العلام أكد أن هدف الداخلية في مرمى الزمالك سالين تماما وما فيهوش أي مشكلة والراجل اعترض على فكرة أن حد بيتكلم على إيقاف حكام وشايف أن الأمور ماشى بشكل كويس جدا ده كلام ماركي كلاتنبرج أنا بنقل المعلومة وبالمناسبة احنا هنا مش بنتكلم على حالات تحكمية سواء لطرف ضد طرف لا الأخطاء التحكمية وردة وبقوة وهتفضل دايما الأخطاء التحكمية موجودة في الكورة على طول مش هتختفي وممكن النهاردة الحالات التحكمية تبقى ضد الآلي ممكن بكرة تبقى مع الآلي ضد الآلي ده هيفضل دايما موجود ولكن دعونا نتفق على حاجة واحدة بس إيه هي أن احنا نازم دايما نحافظ على كل عناصر المنظومة الرياضية وعلى رأسها التحكم المصري يعني أهم عنصر في المنظومة الرياضية التحكم المصري ممكن نتفق نختلف على حالات تحكمية ولكن كلنا لازم نتفق على حاجة واحدة الاحترام الكامل للحكم المصري التقذير الكامل لمنظومة التحكم في مصر بشكل كبير جدا لأن المنظومة دي لو حصل فيها أي اتجاهات أخرى المنظومة كلها الرياضية هيبقى فيها مشاكل مش منظومة التحكم بس كلها تنعكس على بعضها وكمان أكدنا مبارح وقلنا أنه ما فيش حكم تم إيقافه ولأنه ما فيش أخطاء فنية تستدعي الإيقاف اللي البعض كان بيحاول يوهم به الرأي العام ويقول فيه إيقاف للحكام وسبحان الله برضو بعدها بأقل من ساعات قليلة طلع خرار رسمي وخرج إعلان رسمي من قبل الجامعة التونسية إن طاقم تحكيم مصري هيدير مباراة النجم الساحلي والترجل التونسي بقرة إن شاء الله في ملعب رادس ويطاقم التحكيم بقيادة أمين عمر ومعاه يوسف معاه سمير جمال ويوسف البساطي وكمان معاه حكم رابع محمود ناجي يعني معظم أو تلاتة من الأربع حكام اللي كان عليهم جدل كبير جدا تم اختيارهم وتكلفهم بهذه المباراة وبالمناسبة هذا الاختيار ليس له علاقة بالاتحاد الإفريقي ده اختيار بين الاتحاد التونسي والاتحاد المصري الاتحاد التونسي عايز يجيب طاقم تحكيم على أعلى مستوى وأفضل طاقم تحكيم في مصر فاختار أمين عمر والاتحاد المصري بالتأكيد ثقة في التحكيم المصري كبيرة جدا فكلف طاقم التحكيم والطاقم سافر النهاردة ويكون مقرأ في أهم وأكبر مباراة في الدورة التونسي حاليا الترجل التونسي والنجم الساحلي اشتركوا في القناة